توقعات الأبراج لليوم السابت 15 حشي حزيران وحتى السابت 21 حزيران مع عالمك الفلك جمالة بيثة وبر الحمل برج الحمل المريخ يعني عمليه مشي جنب الزهرة يعني عمليه دور جنب الزهرة وهتا رح يعطيه ساعد شوي لمولود الحمل بحياته العاطفية اللي صاروا زمان ما حس بطعمة السعادة أو بطعمة الفرحة حيكون على انسجام تام مع الشريك وهيدا بنقول له ألف مبروك لأنه صاروا شهرين بارتباكات عملية وارتباكات عائلية ومنوا فاضي للشريك او زي ما كيف تعرف على حدا ممكن يتعرف على حدا مولود الحمل أما بالنسبة لمولود الثور اللي هو عنده كتير من مولود الثور هذه الفترة عنده زواج أو ارتباط خطوبي لأنه هو وراء الحمل وعنده كمان الزهرة لأنه بعدنا عم نقول له الزهرة والمريخ مع بعضنا البعض فمشان هيك حيكون مولود الثور أسرع منه بالارتباط ارتباط رسمي ممكن يكون زواج ممكن يكون خطوبي الجوزاء الجوزاء حيكون بصفر هالفترة ممكن أصحاب حدا من عائلته برا صاروا زي ما ما شايفهم حيكون بفرحة كبيرة أنه هو حيجتمل بالناس بيحبها بتحبه لمولود الجوزاء لكن نطرته مفاجآت كثير بحياته المستقبلية فيتأمل خير مولود الجوزاء وحسب ما هو بيفكر لو بيفكر خير حيجي الخير وبيفكر سلبي سلبي بيغلب عليه أكتر بما بيغلب عليه الإيجابي فقدم أفكر بالإيجابيات مولود الجوزاء وخاصة من هذه الفترة من بعد ما تلتقى بأحبيبك برا مولود السرطان صديق بيرافقه بحياته العملية ممكن يعمله عمل مشترك وهالعمر حيكون ناجح ويكون مطعم أكتر رشيء بالأكل والشريف مولود السرطان حيدخل فيه وما حيكون صدفي قد ما يكون مخطط له من زمان فحيكون هالشخص داعم لإله وبنفس الوقت شريك لإله والأهم من هيك أنه هو صديق لإله مخلص بالنسبة لمولود الأسد اللي هو دايما بيتابع الشمس مع الأمر وهلي ما بيفترقوا عن بعضهم وهن ظاهران العيان نيناتهم ممكن يكون فيه ممكن هو صديقكم من موليد الأسد ممكن مولود الأسد كمان يكون عنده شراكة مع أحد الأشخاص برات أرضه أكتر ما هي بأرضه وأيضا ممكن يعمل مشروع جديد يطلع بفكرة عمل جديد لإله وتتوسع دائرة أعماله وتتوسع أعماله على مد العين كما يقول مد النظر هينزع صيته فيه السلطة البعض منه هيكونوا بسلطة ممكن تكون حكومية ممكن تكون يعني شيء بالدولة بالسياسة فيه ترقية فيه شيء جديد بدون ينتقل لإله لأنه عنده عدة متشاعب مولود عنده عدة إشيال مولود الأسد مش حنكون فيه واحد بخانة واحدة أو بمكان واحد فواحد يقوله شيء مولود الأسد أما مولود العزراء اللي أنت من أجمل الأبراج رح تكون هايدي الفترة لأنه أول شيء مين رح تحصل عليه عاطفية رح تكون مستقر كتير مع عائلتك إذا أنت منفصي رح ترجع للشريك إذا أنت مش مرتبيت رح يكون عندك ارتباط وإذا أنت ما عندك أولاد رح يكون حيدخل مولود جديد على بيتك مولود الميزان ما تتعب حالك كتير لأنه أنت كل ما تعبت حالك الناس اللي عم تتعب حالك علشانهم ما بيستاهلوا عم تروح من صحتك فانتبه لنفسك واهتم بصحتك واهتم بحالك واهتم بمظهرك لأنك أنت أهملت حالك كتير فعليك أنه هلأ الدور أنك أنت تدير بيلك على حالك ولا مولود الميزان ممكن صحيا يتعب كتير ويرقض بالفشل إن شاء الله لأ يعني لواحد كتر التعب ما بيحس أنه عم يطحي لغيره والتطحية تعب قوم فيها هايدي الفترة مش مصلحته لهيك أشخاص بالنسبة لمولود العقرب هاي هدية تميني بتوصل لك مولود العقرب ممكن مناسبة سعيدة بأرض البيت ممكن بكون صفرة فوجائية مخبيت لك ممكن دعوة لبرة فهيدا بتكون لمولود العقرب وكل هيدا الإسبوع أما بالنسبة لمولود الكاوس عم تبحث عن الميل عم تبحث كيف بدك تجلب شغل جديد أو ميل أو شيء إضافي أنت عليك بالتفكير ولا بالتدبير فإن شاء الله أمورك بتتدبر لما أنت بتحق الورقة والألم وأنا هادي حطيتها بما وراء إياد الواحد بس بدي يفكر يعمل أي شيء أي مشروع أي شغلة أي هذا لو زوجه محيره أي مكان بدي يروحه يجيب وراء وقلم ضله يعمل دائرة 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 ويفكر القلم رح يوصل لوين راب بدي يوصل هو لوين لازم يروح أو شو لازم يعمل هادي الطريقة عملوها لح ترتاحوا كتير أكثر ما تفكروا براسكم يكون القلم عم يدلكم بالنهاية شو الأفضل للكم بالنسبة لمولود الجدي عزيمة تنعزم عليك قوعك تروحها منك لأنه هادي العزيمة رح تكون فيها أشخاص مهمة بيهموك أنك تجتمع فيهم لأنه أنت ناطر هيك أشخاص لشيوك يعني شيء نتشييلك مثل ما بقوله فمولود الجدي بحاجة لحدا دعم من حدا فهادي فرصة لإله أن يروح له هادي الدعوة اللي منعو أنت عليها لأنه أنت يمكنش حابب دائما بحب البيت أكثر ما أنه روح دعاويت فهالأيام أنا بقولك روح البلقية ما إحنا عم بيع حدا فها فرصة عندك لإلك مولود الدلو خسارة بيخسرها بشغلات عملة أو شيء شريها من الماضي أو شغلات اللي دا والبعض منه حينيقلو مصار من محل لما حشوفي التناقض عن مولود الدلو البعض هيخسر بشيء حاطة ميله أسهم أو شيء والبعض الآخر حيجيب ملايين ينقلها من مكان إلى مكان آخر يعني مليا مولود الدلو النص ونص الآخر طفير فعطي ربعه لبرجك الثاني اللي هو أدلو أو نصفك الآخر بالنسبة لمولود الحوت رح تبحر منيح هالفترة وأشواطك حتكون كتير بعيدة يعني أصفارك بعيدة يمكن هجرة ممكن لعلم وممكن أنك تغير حياتك لحياة أفضل بخارج أرضك اشتركوا في القناة